الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد معكم السيد الشرقاوي على قناة المجلة في موضوع مهم جدا اليوم وهو حلقات فقهية تهم كل مسلم ومسلمة كنا تكلمنا قبل ذلك عن الوضوء وعن نواقد الوضوء واليوم بإذن الله عز وجل حنتكلم عن أمر مهم جدا وهو الاغتسال أو الغسل أحكام الغسل أمر يهم كل مسلم وكل مسلمة وصل إلى سن البلوغ أو دخل عليه مرحلة البلوغ لكن قبل أن نتكلم في موضوع الغسل أحب أن ننوه على أمرين الأمر الأول وهو أنه واجب على كل مسلم منا كل مسلم وكل مسلمة كل رجل وكل امرأة أن يسعى إلى معرفة وتعلم الأحكام الفقهية المهمة التي تكون سبب في صحة صلاته وأن تكون سبب في تقربه إلى الله سبحانه وتعالى ده أمر واجب على كل مسلم أن يتعلمه مش شرط أن نحن كلنا نتخصص في جامعات شرعية ولا شرط أن نحن كلنا نروح نقعد في مساجد وندرس لكن على الأقل أن نتعلم هذه الأمور عن طريق فيديو أن أنا أتعلمه ثم أنشره وأشارك به الغير من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عني ولو آية فالأحكام الفقهية دي هي أمر مهم جدا ربنا أمرك به في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني مش مطلوب من كل المؤمنين أنهم يروحوا يقفوا على الجبهة للحرب أو أنهم كلهم يجوا يعلوا في كليات الشريعة لدراسة علوم الشريعة ويتركوا علوم الدنيا لا كلنا مطالبين أن نحن نسعى في كل المجالات التي تهم الدين والدنيا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين يبا مطلوب أن يكون في طائفة تتفقه في الدين وتتعلم أحكام الدين بالتفصيل طب ليه يا رب طائفة بس مش كل الناس منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يبا مطلوب منهم بعد التفقه وبعد التعلم وبعد المعرفة أنهم يرجعوا يعلموا الناس الآخرين يعرفوهم أحكام هذا الدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث من يرد الله به خيرا يفقه في الدين لما بتتعلم حكم من أحكام الشريعة الأحكام الواجب عليك أنك تتعلمها لصحة صلاتك وسحة أركان الإسلام الخمسة بتقرب من ربنا بتكون من الناس لربنا أراد بهم خير ومعرفة وبناء عليه مدام تعلمت واجب عليك أن تبلغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية كل حكم واجب عليك أنك تتعلمه أو أن نحن بنساعد أن نتعلمه مع بعض مطالبين أن نرسله للغير عن طريق مشاركة عن طريق تعليق عن طريق سؤال عن طريق إجابة عن طريق أنك ترسله في رسالة لغيرك كل ده أنت بتستهين بالحركة البسيطة دي لكن هي في الأساس دعوة هي في الأساس أجر وثواب بتاخده تنفيذا لتعاليم نبيك صلى الله عليه وسلم الأمر التاني بإذن الله عز وجل إحنا إن شاء الله حنجاوب مع بعض على كل الأسئلة التي كانت وردت على حلقات الوضوء ونواقد الوضوء وحنشارك مع بعض وفي درس الغسل اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نجعل الدرس في طريقة سؤال وجواب سؤال سألوا كتير منكم وأرسلوا لي على الخاص سواء على القناة أو صفحة على قناة اليوتيوب أو كان على صفحة الفيسبوك الخاصة كلنا يعني هذه الأسئلة سنجيبها مع بعض بإذن الله عز وجل بداية إيه هو الغسل؟ يعني غسل؟ والغسل ده إمتى يكون واجب وإمتى يكون مستحب؟ وإيه المفترض اللي كل مسلم ومسلم أن يعرفوا ويعملوا وقت الاغتسال إمتى واجب عليه يغتسل؟ إمتى يستحب لي يغتسل؟ وإيه هي كيفية الاغتسال؟ بداية الغسل هو تعميم الجسد بالماء إن أجعل الماء توصل لكل مكان في الجسد وبناء عليه لابد أن أنا أركز على لو في نتوءات في الجسد لو واحد تخينه فيه ظهور بروس في الجلد أو نحو ذلك لابد أن أنا أوصل لكل مكان في الجسد من أعلى إلى الأسفل تعميم جميع الجسد بالماء وهو واجب إذا توافرت أسبابه لقول الله عز وجل وإن كنتم جنوبا فاتطهروا يعني لو في جنابة واجب عليك الطهارة ولقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني حتى يتوقف الدم عن النزول فإذا تطهرن يعني اغتسلن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله يبقى إذن الغسل هو أمر واجب بأمر الله سبحانه وتعالى وبإجماع العلماء على ذلك السؤال المهم هنا إمتى الغسل يكون واجب علي إمتى الغسل يكون واجب على كل مسلم ومسلمة إيه هي الأسباب التي تجعل الغسل واجب أقول لك والله العلماء اتفقوا على أن هذه الأسباب خمسة فيها أسباب مختلف فيها وفيها أسباب متفق عليها لكن هنا أنا أحب أنوه على أمر مهم جدا نحن نخاطب أكبر شريحة من الشباب بمعنى شباب غير متخصص في علوم الشريعة فأنا عندما أذكر حكم أعلم أن له آراء أخرى لكن أذكر الحكم الراجح أو الأقرب إلى الصواب أو اللي دليله أقوى بكتفي بهذا الأمر عشان إحنا يهمنا إن إحنا نتعبت صح لكن معرفة الأراء إحنا مندرسها كمتخصصين عشان نعرف هذه الأراء بتوصلنا الإيه والأراء دي أدلتها إيه وهكذا عشان بعض الناس اللي ليها مزاهب فقهية تخالف ما أقوله يعني يكونوا متفاهمين هذه النقطة نحن لا نتعامل مع متخصصين وإنما نتعامل مع أناس يحتاجون إلى معرفة الأحكام دون هذه التفاصيل أو دون معرفة دقائق الأدلة والخوض فيها إيه هي موجبات الغسل أو إيه هي الأسباب التي توجب على المسلم أنه يغتسل أول شيء خروج ألماني خروج ألماني بشهوة وحطه تحت كلمة بشهوة دي ألف خط خروج الماني بشهوة وتكلمنا قبل ذلك أن الأشياء التي تخرج من المسلم أو من المسلمة من القبل أو الضبر عدة أشياء منها الماني كل الأشياء التانية توجب الوضوء لكن الماني يوجب الغسل خروج الماني بشهوة في اليقظة وإحنا صحيين أو في المنام اللي هو الاحتلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء يعني يجب الاغتسال بالماء إذا خرج الماء اللي هو المني ولما جات امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولم تستحي من السؤال ومن التفقه في الدين لأن السؤال في الأحكام الشرعية أمر واجب علينا كلنا ما ينفحش أبدا إن نحن نستحي منه أو إن نحن نتكسف من تعلمه لما تيج امرأة وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت والاحتلام إن الإنسان يرى في نومه أنه يعمل علاقة مثل علاقة الزواج مع أحد في المنام أمر نومي يعني أمر خيالي الإنسان غير مكلف فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القالم عن ثلاثه منه من نائم حتى يستيقظ احتلم ما تشاء أمر غير مزنب فيه فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني يجب عليها الغسل إذا رأت الماء حط تحت دي أيضا خط تاني يبع عندي أمرين خروج المنية في اليقظة وإنت صاحي بشهوة أي أن كان السبب بعض الشباب يتعامل في معاملات مثلا العادة السرية أو إنسان يعد يتفكر في شيء أو يرى شيء ينتج عنه النزول المنية مدام فيه شهوة يبقى وجب الغسل زي ما حنبين بعد شوية كيفيته إزاي أو واحد نايم واحتلم في نومه أنه يحدث علاقة زوجية أو علاقة مثل علاقة الزواج وترطب عليه أنه لما استيقظ من النوم وجد أثرا في ملابسه أثر بلل أو أثر المنية في ملابسه يبقى وجب الغسل زي ما قلنا لحديث لما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء طب ليه قلت لي أحط تحت كلمة بشهوة خط لأن الإنسان إذا خرج منه مني وهو مستيقظ دون شهوة بسبب مرض أو بسبب شدة برودة أو بسبب أنه راكب مثلا سيارة أو راكب دابة من الدواب الحمار أو جمل أو فرص أو كذا فحصل له تحرك كثير فنتج عن ذلك خروج المني بدون شهوة فهنا لا يجب الغسل وإنما يجب الوضوء لأن شرط خروج المنية في اليقظ أن يكون بشهوة في دليل عن الكلام دا واللي احنا بنألف من عندنا طبعا في دليل في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما كان يصلي وكان في مجلس أصحابه وتلاميذه فجاء رجل وسأل الجالسين إنه يحدث منه أنه كلما تبول خرج منه الماء الدافق الرجل يسأل كده يقولون أنه كلما تبولت كل ماعمل حمام مية بول يخرج الماء الدافق فقالوا له الماء الذي يكون منه الولد يعني المني يعني مش ماذي ولا ودي الماء الذي يكون منه الولد قال نعم الماء الذي يكون منه الولد فالموجودين أفتوا بعلمهم فقالوا يجب عليك الغسل يجب عليك الغسل كل ما تتبول ويحدث خروج المني وإنت في هذه الحالة يجب عليك الغسل وكان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يصلي فأسرع في صلاته يعني خلص صلاته ونادى على عكرمة وقال له ائتني بالرجل هات الرجل ليته أفتتوه ده فلما جي سيدنا عبد الله بن عباس سأله الشاهد في القصة في النهاية إن قال له هل تجد يعني خمولا في جسدك أنت بتجد خمول كده أصر الشهوة هل تجد شهوة عند النزول قال لا لا في شهوة ولا في أي أثر ولا تخضر في الجسد ولا أي أثر من أثر الشهوة دهنا كلما تبولت نزل هذا الماء الدافق أو نزل المني فقال ليس عليك غسل وإنما عليك الوضوء يبقى إذن خروج المني بشهوة في اليقظة يوجب الغسل طبعا في الشهوة وخرج لمرض أو لأي سبب من الأسباب يوجب الوضوء فقط نركز على النقطة المهمة دي طيب النقطة التانية لما قالت له المرأة يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء إذا رأت الماء يعني رأت أثر المني في الملابس أو رأى أثر المني في الملابس أثر الاحتلام معناه إيه إننا قد يحتلم المرء بشيء يحتلم أنه يحدث علاق فيستيقظ من نومه فينظر في ملابسه فلا يجد أثرا لهذا الاحتلام لا يجد مني ولا يجد بلل في الملابس ولا أي شيء هل يجب عليه الغسل اللي مجرد أنه احتلم بس لا لا بد من رؤية الماء اللي هو المني أو أثر على الملابس يبقى هذين نقطتين كده وضحت بالنسبة طيب هنا سؤال مهم جدا واحد بيسأله يقول والله أنا نمت مساءا نمت بالليل واستيقظت من النوم ورحت عملت شغل ثم رجعت نمت تاني وبعد استيقاظي من النوم الثاني قمت توضأت وصليت بعد ما صليت وجدت بلل في الملابس ولم أتذكر احتلام أنا مش فاكر أن أنا احتلمت لكن صلى فالحل هنا يحتسب له الاحتلام الأول أو النوم الأول لو أنامه بالليل ولا النوم الثاني أقول له والله ما دمت لم تتذكر أن أنت احتلمت في النوم الأول أو النوم الثاني يبقى يجب عليك الاغتسال وتعيد الصلاة بعد النوم الثاني يبقى حنفترض أن المنية ده اللي أنت وجدته ده أو البلد اللي أنت وجدته ده وجدته بعد النوم الثاني وليس بعد النوم الأول لكن لو هو تذكر بذاكرته أنه احتلم في النوم الأولاني واستيقظ ونسى وبعد كده صلى وبعد كده نام وبعد كده استيقظ وصلى نقوله لا خلاص يبقى تعيد من بداية النوم الثاني أو من بعد النوم الثاني ده كده بالنسبة لهذه لهم يبقى السبب الأول الذي يوجب على المسلم وعلى المسلم الغزل هو نزول المني بشهوة في اليقظة أو في النوم السبب الثاني التقاء الختنين إيه هم الختنين؟ إلوه العضو الذكري عند الرجل والعضو الأنثاوي أو الفرج عند المرأة فإذا التقى ذكر الرجل بفرج المرأة وتغيب يعني دخل الذكر من الرجل في المرأة بقدر الحشف يعني جزء اللي هو مقدمة الذكر فقد وجب الغزل سواء نزل أو لم ينزل سواء حدث خروج للمني أو لم يحدث مجرد الالتقاء مع دخول جزء من الذكر في فرج المرأة يوجب الغزل زي ما جي في الحديث ماشي إنه مدام دخل جزء منه خلص حتى ولو لم ينزل إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغزل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختنان فقد وجب الغزل ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم نزول المني أو نزول الماء السبب الثالث خاص بالنساء انقطاع دم الحيض اللي هو أمر شهري بيكون عنده كل امرأة ماشي وهو مكتوب على كل امرأة وليس نقص في المرأة أبداً وإنما هو تطهير للجهزة ديها أو انقطاع دم النفاس اللي بيكون بعد الولادة فإذا انقطع دم الحيض بعد المدة بتاعته أو انقطع دم النفاس بعد المدة بتاعته بعد الولادة ماشي يجب على المرأة هنا الإغتسال لقول الله عز وجل فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة بن تحبيش دع الصلاة والصومة الأيام التي تحيضين فيها فإذا انتهت يعني انتهت الحيضة فصلي وصومي ماشي فصلي وصومي أي اقضي ما عليك من الصيام لكن لا تعيد الصلاة مرة أخر يبقى انقطاع دم الحيض والنفاس يبقى كده الرقم الأولاني خروج المنية بشهوة بيقظة أو في المنام رقم اثنين التقاء الختنين حتى ولو لم يحدث انزال رقم ثلاثة انقطاع دم الحيض والنفاس عند المرأة رقم ثلاثة الموت فاذا مات الرجل او ماتت المرأة واجب على الحاضرين مش على الميت لان الميت خلاص سقط عنه التكليف وفي نفس التوقيت ولا يتصرف في نفسه فكيف يجب عليه حكم شرعي واجب على الحاضرين من المسلمين انهما يقوموا به بتغسيله رقم خمسة وده مختلف فيها اللي هو الانسان الكافر اذا دخل الاسلام فيجب عليه الاغتسال كما جاء في قصة ثمامة وممكن تبحث عنها وتعود إليها يبقى السؤال مرة تانية وإجابته مختصرة ايه هي الأسباب التي تجعل الغسل واجب على كل مسلم ومسلمة اقول له والله كم سبب كده خمسة أسباب السبب الأولاني خروج المني في اليقظة او في النومي بشهوة لابد من الشهوة ماش كده السبب الثاني التقاء الختنين السبب الثالث انقطاع دام الحض والنفاس السبب الرابع الموت وده يجب على المسلمين الحاضرين السبب الخامس وده في اختلاف بين الفقهاء اسلام الكافر او الانسان الكافر اذا دخل الى الاسلام ده السؤال المهم جدا في موجبات الغسل ما عدا ذلك اسمه اغسال مستحبة يبقى في الحاجات دي اسمها اغسال واجبة يعني ياجب على الانسان ان يفعلها ويلتزم به وانقصر فيها يأثم ويعاقب ولا تصح صلاته ولا تصح صلاته نهائيا لان من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الاصغر اللي احنا تكلمنا عليه في الوضوء ومن الحدث الاكبر اللي هو ما يوجب الغسل اللي هي الاسباب الخمسة جميل جدا ما عدا ذلك بقى اسمه اغسال مستحبة زي ايه اغسال مستحبة زي غسل العدين اي اجتماع يسن فيه الاغتسال غسل العدين الانسان لما ييجي في يوم عيد الاطحى او عيد الفطر يسن له قبل ان يخرج للصلاة انه يغتسل ويطهر جسده من الادناس والوساخات عشان يوى في اجتماع المسلمين تكون رائحة طيبة ولا يتأذى منه بنو آدم من الرائحة الكريهة فتتأذى منه ملائكة رب العالمين لان ملائكة رب العالمين تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم غسل الجمعة غسل يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة يبدأ من بعد فجر من بعد فجر يوم الجمعة الى دخول وقت صلاة الجمعة غسل الجمعة بعض العلماء يقول بانه واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل مسلم ماشي يبقى غسل الجمعة بعض بقول واجب والبعض الاخر يقول انه سنة وليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث آخر من توضأ يوم الجمعة ثم ذهب إلى الصلاة فأنصت واستمع يعني أنصت ولم يتكلم واستمع جيدا إلى الخطبة ماشي غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام يعني غفر له ذنب أو صغائر أو كبائر عند بعض العلماء ذنب ذنوب ثمانية أي من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام يعني عشرة أيام بسبب أنك تتوضأ وضوء جيد ثم تخرج إلى الصلاة مبكرا ثم تستمع إلى الخطبة جيدا وتنصت ولا تتكلم ولا تلغو فيغفر لك من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام حتى احنا بنرجح أنه سنة يبقى نهتم به علشان نريح الناس فعندما تستريح الناس ولا تشم أي شيء كريه تستريح الملائكة وتدعو لنا أيضا من الأغسال المستحبة غسل دخول مكة الله مرزقنا يا رب كده حج بيت الله الحرام والعمرة إلى بيت الله الحرام عندما تريد الذهاب إلى مكة وعند دخول مكة يسن لك أنك تغتسل عند الذهاب أو عند الوقوف بعرفات برضو يسن لك أنك تغتسل لاجتماع المسلمين كل دي عند الإحرام إذا أردت الذهاب إلى الحج أو للعمرة فأحرمت يسن لك أنك تغتسل غسل الإحرام كل دي اسمها أغسال مستحبة إن فعلتها تؤجر وإن لم تفعلها لا تثاب ولا تعاقب لا تثاب ولا تعاقب دي كده أهم الأغسال المستحبة والأغسال الواكبة دي الأمر المهم اللي احنا وضحناه سؤال تاني يارد مثلا من واحد آخر يقول مثلا والله أنا دلوقتي عايز أسأل عن أمر مهم اللي هو يقول لي إيه الأمور اللي يحرم على الجنوب إنه يفعلها إنسان بيقول أنا جنوب هل مباح لي أفعل كل شيء ولا يحرم علي بعض الأشياء ما ينفعش إن أنا أفعلها ولو فعلتها وأنا جنوب بالتالي أعاقب وأخذ ذنب وإثم أقول له نعم وأنت جنوب وإنت عليك جنابة سواء كان سببها خروج مني بيقظة أو منام أو جماع أو الحيض أو النفاس بالنسبة للنساء يحرم عليك بعض الحاجات يحرم عليك بعض الأمور ما ينفعش إنك تفعلها الصلاة ده بالإجماع بين العلماء كله الطواف لإن الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام مس المصحف وحمله إن أنا أمسك المصحف بإيدي مباشرة بدون حائل أو بدون شيء يحجز عني طب هنا تبقى مشكلة للطلبة طلبة بتقول والله طب ما إحنا بنحفظ قرآن عشان عندنا انتحانات فالبنت مثلا يأتيها دم الحيض والنفاس أو دم الحيض في كل شهر مثلا عدة أيام أترك حفظ القرآن ممكن والله أتعامل مع المصحف الإلكتروني عن طريق الموبايل أو نحو ذلك ممكن أحفظ منه ممكن وده برضو على الرأي الراجح لأن في رأي تاني قال إن المصحف الإلكتروني حكم حكم المصحف العادي لكن على الراجح إنه لا يتعامل حكم المصحف العادي لأنه عبارة عن طبي أو برنامج موجود على هاتف أنا لا أمسه مباشرة جميل جدا يبقى في بديل في بديل الحمد لله توفر عن طريق التقدم العلمي والتكنولوجي أستطيع أن أنا أستخدمه لكن أن أنا أمسك المصحف مباشرة أو أحمل المصحف في يدي مباشرة بدون حائل ده أمر محرم على الإنسان الذي يجب عليه الغزل سواء كان بسبب جماع أو نزول مني في اليقظة بشهوة أو بسبب حيض أو بسبب نفاس ده أمر طبعا حيقول لي ابن حزم وأبو داود الظاهري مذهب الظاهرية أنه يجوز أيوة موجود هذا المذهب بالفعل لكن إحنا تقديسا وتعظيما لكتاب الله عز وجل يعني ينبغي أن لا نفعل مثل هذه الأمور أيضا بعض العلماء قالوا أن حتى قراءة القرآن لا تجوز للحائض ولا للجنوب لو من يجب عليه الغزل قالوا لا تجوز له حتى قراءة القرآن لكن إحنا هنا بناخد بمذهب البخاري ومعه ابن حزم وغيرهم بأنه يجوز قراءة القرآن دون مس للمصحف أو دون حمل للمصحف وهنا يدخل فيه البرناء البرامج اللي بتنزل على الهواتف أن أنا أستطيع قراءة القرآن عن طريق هذه البرامج حتى لا يتوقف الحفظ وده أكتر فايدة علمية منه للطلبة اللي واجب عليها حفظ قرآن معين لامتحانات أو غيرهم بكده إحنا تكلمنا عن الأغسال الواجبة والأغسال المستحبة والأمور اللي يحرم على الإنسان فعلها وقت الجنابة أو وقت وجوب الغسل نروح بقى الأمر مهم وهو الأمر العملي بكده يبقى لنا أمر مهم جدا في أحكام الغسل وهو كيفيته الأمر العمل بقى إحنا كل الأحكام اللي قلناها دي أمر نظري خلاص اتعلق عرفناها وعرفنا إمتى يجب وإمتى يستحب والمحرمات علينا اللي مينفعش أن احنا نفعلها وقت الغسل حد حيسأل بقى يقول لي دخلني في الموضوع العملي أنا عايز أعرف دلوقتي إزاي أغتسل إزاي أغتسل طبعا هوضح في الأمر ده أمور مهمة جدا لابد أن احنا نركز عليها لأن للأسف الشديد من خلال تعاملاتنا مع الناس في المساجد ومع الشباب خارج المساجد للأسف اكتشفنا أن كتير جدا يغفل عنه حقيقة الغسل أو كيفية الغسل الصحيح عايزين نركز مع بعض كويس جدا وهقول الأمر باختصار أنا عندي الغسل بيحتوي على أمرين أركان يعني أمور واجب الحفاظ عليها لو أخلت بيها للأسف الشديد يصبح الغسل باطل ويترتب عليه بطلان الصلاة كمان وعندي سنن لو فعلتها أخذ على ذلك أجرا وإن لم أفعلها فالغسل صحيح لكن مع الكراه لأن أنا تركت هذه السنن طب إيه هي الأركان اللي واجب علي أن أحافظ عليها وأعرفها كويس جدا حكتين النية أن أنا قبل ما اغتسل حضرتك بتغتسل ليه نيتك إيه لمجرد أنك بس تنزل مية على جسمك كده تحس بشوية برودة بعد شدة الحرارة مثلا الدنيا حر كده فأروح أحط مية على جسمي لا مش اغتسال ده لا أنا نيتي عشان خاطر أزيل الحدث اللي هو الجنابة وكمان يباح لي الصلاة من الصلاة ممنوع علي وعايز أصلي فلابد أن أنا أغتسل عشان الصلاة تبقى مباحة فإذن هنا نيتي إيه هي إزالة النجاسة أو إزالة الحدث وإباحة الصلاة يبا لابد من النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات زي ما احنا كلنا حظين هذه الأحاديث طيب جميل جدا إيه هو بقى الركن التاني تعميم جميع الجسد بالماء من الرأس إلى أسفل القدمين دول الركنين الأساسيين اللي لابد أن أنا أحافظ عليهم وبناء على ذلك بقى واحدة مثلا موجود في مصيف ونزل البحر كان نايم بالليل وحدث جنابة أو حدث احتلام أو حدث أي شيء تاني يوم الصبح جي رايح نازل على البحر على طول وهو على الشط نوى رفع الجنابة راو نوى استباحة الصلاة أو إن عشانه لما يصلطوا بقى صلاته جائزة وما فيش مشكلة فيها خلاص نيته هنا تمام جي نازل الغطس على طول في البحر فلما نازل نازل تحت المية المية وصلت لشعر ونزلت لكل مكان في جسمه هنا خلاص الاغتسال تم الاغتسال تم واحد الصبح جي داخل الحمام ونزل في البنيو نوى قبل ما ينزل إن ده غسل وجي نازل في البنيو والمية نزلت على كل الجسد عميمت كل مكان في الجسد وركزه كل مكان في الجسد حتى الفم حتى داخل الأنف حتى السرة حتى أي مكان لو الجسد تخين والجلد فيه عمل ثنيات في الجسم فلابد إن أنا أوصل لكل مكان مخفي في الجسد لابد إن المية توصله يبقى هنا مش شرط إن أنا أقول أي حاجة تانية غير دون نيتك وتعميم جميع الجسد بالماء الطهور يعني الماء الطهور ده يعني لا ليلون ولا طعم ولا ريحة يعني ما ينفعش أستخدم الصبون مع الاغتسال وقت نية الاغتسال ما ينفعش تستخدم صبون ولا أي منظفات ماء وفقط بحيث يكون هذا الماء طهور وبينانا لو نزلت البحر خلاص لو واحد نزل في بنيو نزل تحت الدوش واغتسل من غير صبون أو نحو ذلك معانية الغسل انتهى الأمر يباح هذا يباح هذا يعني لا يجوز لي أن أنا أستخدم الصبون نهايي محدش قال كده ممكن تستخدم الصبون بعد الاغتسال بعد ما خلاص عملت الاغتسال كاملا بالأركان النية وتعميم الجسد بالماء خلاص اغتسل بصبون برحت اغسل نفسك بصبون برحت يبقى اسمه استحمام أو استخدم الصبون في الأول وبعدين ايه جدد نيتك وينوي الاغتسال ويعمل أركان الاغتسال من النية وتعميم الجسد بالماء الأهم إذا نويت الاغتسال ما ينفعش تستخدم أي شيء آخر مع الماء الطهور طيب الروكنين دول كده يبقى انا كده اغتسلت ايوه طيب انا عايز بقى اعمل السنن عشان اخد اجر اكبر واخد ثواب اعمل ايه اول شيء ان انا بعد النية بروح اتوضأ او بروح الاول قبل الوضوء بروح اغسل موضع الجنابة سواء كان عند الذكر او عند المرأة اغسل موضع الجنابة لو كانت امرأة حتغتسل من دم الحض او من دم النفاس يبقى تطهر موضع الدم باستخدام قطنة او قماشة او نحو ذلك فتطهر موضع الدم تماما زي ما جه في الاحاديث لما تزيل الاول موضع الدم عشان يكون في طهارة كاملة طيب بعد كده يبدأ يتوضأ وضوء للصلاة وضوء كامل يتوضأ وضوء كامل مثل الوضوء الذي شرحناه يجوز لي ان يغسل القدمين يجوز لي ان يتركها لما بعد الاغتساب ده جائز وده جائز لكن الاولى الان لان ما فيش تراف في الحمامات ولا في طين ولا اي شيء يغسل القدمين بالمرة بعد ما يتوضأ وضوءه للصلاة يعمل ايه يحث على رأسه ثلاث حثيات بالماء يغسل رأسه ثلاث مرات طبعا تحت بن يوح يحسب الثلاث مرات ازاي لا هو بس يدلك رأسه كده بحيث يصل الماء لكل مكان في رأسه طب لو كانت امرأة برضو توصل الماء لأصل البشرة طب لو كانت امرأة شعرها طويل وليه ضفاير وعملها ضفاير هل يجب عليها ان هي تفك الضفاير عشان خاطر بقى النساء اللي بيسمعونا والبنات اللي بيسمعونا تقول طب انا عاملة ضفاير لازم افك يعني الضفاير لا مش لازم اهم شيء ان انا اوصل الماء لأصل لأصل البشرة والماء كده كده هتوصل لكل مكان في الشعر حتى لو فيه ضفاير طيب يبقى دي من السنن احسو ثلاث حسايات بعد كده ابدأ بالشق الايمن من الاعلى ابدأ بالشق الايمن من الاعلى او الشق الايمن من الاعلى للأسفل او من الشق الايمن من الاعلى فقط لحد وسط الجسد مع التدليك تدليك الجسد يعني امرار العضوة على الماء النازل يبقى المية وهي بتنزل بعمل معها تدليك للبشرة بحيث ان انا اتأكد من وصول الماء لكل مكان في الجسد ثم بعد ذلك الشق الايصر يأما من الشق الايصر من الاعلى لوسط الجسد او من الاعلى للأسفل بعد كده الشق الايمن من الاسفل ثم الشق الايصر من الاسفل يبقى انا ببدأ بالتيامن ببدأ بالايمن ثم الايصر من فوق او ثم الايمن من تحت ثم الايصر من تحت او ان انا ابدأ بالايمن من فوق لتحت على طول ثم الايصر من فوق لتحت على طول معي الاتنين صح ما فيش اي مشكلة في الاتنين طيب انا توضأت قبل الغسل هل يجب علي ان انا اتوضأ مرة ثانية بعد الغسل لا ليس بواجه مدام ما فيش أي ناقد من نواقد الوضوء اللي شرحناه في نواقد الوضوء تقدروا ترجعوا للحلقة الموجودة على القناة وعلى الصفحة مدام ما فيش أي ناقد من النواقد يبقى لا يجب علي الوضوء السيدة عائشة كانت بتقول كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل ولا يتوضى بعد الغسل لأنه خلاص الغسل هو وصول الماء لكل مكان في الجسد ومدام وصل لكل مكان في الجسد يبقى شمل أركان الوضوء كما أن الغسل طهارة كبرى والوضوء طهارة صغرى والطهارة الصغيرة تدخل تحت حكم الطهارة الكبيرة فيبقى الاتنين بحكم واحد ويشملهم مع بعضه دي كده أهم الأسئلة اللي وردت فيه الاغتسال عرفنا أركانه عرفنا مستحباته عرفنا حكم الوضوء قبل الاغتسال وبعد الاغتسال عرفنا السنن في الغسل إيه ونحو ذلك لو أنا استعملت البنيو أو اغتسلت على طول في بحر أو تحت دوش ممكن تيامن بكل ده كله لازم منه قلنا دي سنن مش لازم عليك تكلمنا عن استعمال الصبون والمنظفات في الاغتسال هنا بقى سؤال مهم جدا أحد المتابعين أرسله بقول والله يعني ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض إنه هو مجبس رجليه مثلا أو لابس جبيرة في إيديه أو جبيرة في رجليه جبس هنا بقى لما ييجي عند الاغتسال وينزل تحت الدوش أو ينزل ياغتسل والمية تيجي على الجبيرة اللي هو عملها أو تيجي على الجبس خلاص فسد هنا كده الجبس فسد ورجليه كمان مش بعيد يعني يصبها مرض أكبر من الكسر أو الشرخ أو نحو ذلك طب هنا يعمل إيه؟ يغسل كل الجسد ما عدا هذا المكان طب المكان ده يعمل فيه إيه؟ يكتفي بمسحه يجيب كده شوية مية صغيرين كده يبدو بيبيل يديه ويكفي عليه المسح مسح خفيف بحيف لا يفسد الجبيرة أو لا يفسد الجبس فيؤدي إلى ضرر في قدمه أو في يدي أو أيا كان موضع الجبس يبقى هنا في الحالة دي حيعمل إيه؟ يغتسل كل الجسد ما عدا المكان المصاب أو اللي فيه جبيرة أو اللي فيه جبس طب إيه الدليل على كده الحديث؟ ماشي في إحدى الغزوات لما الرجل كان في يوم شديد البرودة فالرجل أصابته جنابة احتلم وأصابته جنابة فلما استيقظ سأل مجموعة من الصحابة وقال لهم والله يعني أنا أصابتني جنابة وعنده وأصابه شج في رأسه كان مصاب في رأسه من أسر الحرب ماشي فوضع خرق على رأسه فلما سألهم قالوا واجب عليك الغزل ياجب عليك أنك تغتس ومدام واجب عليك أنك تغتسل يبقى كل الجسد لازم يغتسل فذهب الرجل فاغتسل فمات فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بالأمة النبي الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله الفتوى عن جهل هي قتل قتل قتلوه قتلهم الله إنما كان يكفيه أن يغتسل ويمسح على رأسه بخرق موضع الألم موضع الشج موضع الكسر موضع الجبيرة كان يكفي أنه هو يمسح عليه بس كده مسح خفيف وخلاص ويغسل باقي الجسد إنما شفاء العي السؤال شفاء الجهل السؤال زي ما الإنسان بيبقى مريض يروح لطبيب عشان يشفى بإذن الله عز وجل يبقى ورضه إن أنا لما كن مش فاهم حاجة أو مش عارف حاجة أروح أسأل فيها عشان الجهل ده يذهب عني إنما شفاء العي السؤال دي كده معظم الأسئلة اللي وردت لينا ومعظم الأشياء المهمة في باب الغسل اللي تهم كل مسلم ومسلم مهم جدا التواصل مع بعضنا في التعليقات عشان نرد على كل استفساراتكم وأسئلتكم مهم جدا مشاركتك ومتابعتك وإنك تشارك هذه المعلومات لغيرك تبعتها للغير ما تكتفيش بس إنك تسمعها وإنما إبعتها لغيرك لسببين الأول عشان المعلومة توصل لأكبر قدر ممكن من الناس فيستفيدوا بيها السبب الثاني والأهم إنك تأخذ على ذلك أجرا تنفيذا لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله وجه مرئ يعني ربنا يبيض وجهه ربنا كده يشرف يوم القيامة نظر الله وجه مرئ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها كما سمعها نسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وأن يتقبل منا ومنكم ونلتقي إن شاء الله على شاشة قناة المجلة قريبا في موضوع آخر وحكم فقي آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته